اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن الجيش السوري الحر الثلاثاء اسقط طائرة حربية لقوات النظام السوري واعتقال قائدها في بادية السويداء على الحدود السورية الاردنية جنوب سوريا بعد استهدافها بالمضادات الارضية من جهته اكد مدير المكتب الاعلامي لقوات الشهيد احمد العبدو فارس المنجد القاء القبض على طيار الذي لم يذكر اسمه او رطبته مصابا بالرأس حيث يجري علاجه اكد المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة العميد يحيى رسول ان التحركات العسكرية الراهنة في تلعفر غرب الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش تندرج في طار الاستعدادات للمعركة البرية فقال الرسول ان القوات المشتركة بانتظار اوامر القائد العام للقوات المسلحة باعلان ساعة الصفر لكنها تشن ضربات استنذافية لقدرات تنظيم داعش المتشدد عبر استهداف مواقع تابعة له اعلن وزير الخارجية الامريكي ريكستالر سنة ثلاثة ان بلاده لا تزال مستعد لاجراء حوار محتمل مع كوريا الشمالية التي تراجعت عن تنفيذ خطتها باطلاق الصواريخ قرب جزيرة جوام الامريكية واعلن الزعيم الكوري الشمالي انه جمد تنفيذ خطة اطلاق الصواريخ باتجاه المياه القريبة من جوام الى انه حذر من انه سيقدم على هذه الخطوة الاستفدازية ردا على اي عمل متهورا جديد لواشنطن عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة احمد او يحيا رئيسا للوزراء خلفا لعبد المجيد تبون حسب ما افاد به بيان رئاسة الجمهورية نقلته وكالة الانباء الجزائرية ولم يمضي على تعيين عبد المجيد تبون اكثر من شهرين وعشرين يوما وقصر هذه المدة رشحت الكثير من المتتبعين ان يستمر عبد المجيد تبون في منصب حتى الانتخابات المحلية على الاقل غير ان الرئيس الجزائري فجأ الجميع باختياره انهاء مهام الوزير الاول فور عودته من عطلته اعلن رئيس بلدية فريتاون ان عمال الانقاذ انتشلوا 270 جثة حتى الان اثر انهيار طيني على مشارف عاصمة سيراليون واكد رئيس سيراليون ارنيس باي كوروما ان سيراليون بحاجة عاجلة الى مساعدة بعد الانهيارات الارضية والفيضانات التي اودت بحياة اكثر من 300 شخص الاثنين في العاصمة فريتاون ذكرت الوكالة الاوروبية لضبط الحدود ان عدد المهاجرين الوافدين بحرا من شمال افريقيا تراجع كثيرا في ايطاليا الشهر الماضي في حين ازداد الى اعلى مستوى له منذ عام 2009 في اسبانيا نهاية الموجز الى لقاء اشتركوا في القناة